مرحبا مرحبا وولكن باك تومي تشانل بفيديو جديد كيفكم شو اخباركم كيف صحتكم تمنوني عليكم يارب تكونوا باحسن الاحوال انا والله العظيم اشتقت لكم واشتقت له هذه القعدة واشتقت انو صور فيديوهات واطلع بويشي وطولت لغيبة اي نو وكتير صبايا وشباب عم بيسالوا عني وعن غيبتي ويقولوني اني اشتقت لك يا سوما اشتقت لك يا سوما وهذا الشيء بيفرح لقلبي ويعتذر عن هيدا الغياب اول شيء انا طلع من الحمام شعري بعده مبلل مو بللون وبعده ما نفش فسامحوني ومنزلة دا ميليموم دايريز هي بس شعري واحدة منزلة بس كونسيلر لداري الزراء تحت عيوني فيديو اليوم هو فيديو مقدمة يعني مش كي يجي ونزل فيديوهات قلت اعود معكم دايريز بس 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 شوي صغير على حتى تعرفوا نوعا ما شو كان تفكيري شو كنت عم فكير شو كنت نوعا ما عم بعمل ايكي شوية نقاط و ايكي شوية اشياء طلعت في هون ربما يمكن تستفدوا من هون ولا تستفدوا من هيدا التجربة الشخصية تبعي اذا لم تكن تعرفوا الأصوات كي بروتشين صار لي شهور وشهور وشهور ما صورت وطول هذه السنة من وقت ما بلشت حتى يمكن قابليها من يمكن شهر عشرة ياللي فات التصوير والفيديوهات مش هالقد عم بحاول على قد ما اقضى تصوير فيديوهات دي اي واي و هاو تو لانه ناخدين مكانة كتير كبيرة بقلبي ومش محتاجين انه اطلع بوشي ولا جهز حالي ولا قعد هاي دي القادة مع انه كمان بياخدوا مجهود لحتى يتصوير الفيديو اعمل له منتاج ونزل عليه الصوت وحمله وضبطه الى آخره وانما ان الاسباب الرئيسية على اختفائه مش اختفيت كاختفيت بس اختفيت وبعدت عن السوشيال ميديا في اسباب كبيرة ان شاء الله في يومين الايام رح قلكم عنها بس مجلي ما عندي الوقت الكافي لحتى اعمل فيديوهات او حتى اعود على السوشيال ميديا ما عندي تيفي لدرجة انه مني عرفانا شو اللي عم بيصير بالعالم الخارجي وهيدا ما رح اقول تقسير مني وانما الحياة كلية هات شويسيز كلية اختيارات وانا اخترت شوية اسبكت بحياتي مؤخرا من بيناتهم مش السوشيال ميديا ومش التيفي يمكن ايثينك يمكن مني متأكدة يمكن في صبايا حتى ما سادقوني كان عندي درس بالفيسبوك يعني ما نتوصوش الميديا ارح فاسر لكم شو معناته بس الفيسبوك هو محور واحد محور تعليمي ما بشوف الناس شو بتقول ما بشوف الناس شو بتعلون ما بشوف الصفاحة ما بشوف شي الا هيدا الهدف تبع الهدف التعليمي ففي صبي قالت لي يا سوما هاو كام درس اليوم وراح يكون المونديال رح يكون ما باعرف كيف قالت الله شو اللي رح يكون قالت لي ما هو المونديال هي انتي عملاها عمدا ولا هي صدفة قالت الله مني عاكفانا عن شو عم تحكي واني عاكفانا شو اللي عم بيسير لانه ما انا منقطعة انقطاع تام وخارجي عن العالم الخارجي ما عم بتتلاقي مع الناس ما عم بتتلاقي مع الشواجع ما ناثنج الناس اللي عم بتتعامل معها قليلة جدا يعني تعد على رؤوس الاصابع حتى هيدول الناس منقطعين عن العالم الخارجي هي عزلة جماعية سامهو هيك بعدت لانه هيدا المجهود اللي عم بعملو انا بسوش الميديا محتاجة لحتى نزلو في مكانين او ثلاثة اماكن كتير هلا مهمة بحياتي واخدين حيز كبير سواء من الوقت او من المجهود او من التفكير فالوقت متل ما قلت لكم ما كان عم بيساعد لما اجت الصيفية وكان عندي وقت بي ايدي قالت خلاص هلا ان شاء الله رح بلش وعملت بلانز ورح بلش صور ورح بلش نزل وعندي مشتريات من السنة اللي فاتت ما حدا رح يسدل مشتريات من سنتين من مش اين من توينتي توينتي وون تخيلو ولحد هاد ايه امنازنا هون وما وصلت انه اعمل علي هون فيديوهات في فوارر انه الميك اوب بزبالي هالقاد عندي منتج بدي احكي ليها بس قلت الصيفية رح اعمل رح ساوي وما رح اقول للأسف ليه لانه بين قوسين قررت انه فوت ادرس ايجا بس ايدي المارة مدرسة باستراليا بدي فكرت انه بدي ادرس كيمياء تجميلية كاسميتك كيميستري ففتت على الانستيتيوت اسمها انستيتيوت اوف برسنال كار ساينس باستراليا وبعتت حكيت معا هوني اخد ورد اخد ورد وقلت لهون انه انا عندي بس ثلاثة شهر واخترت شو رح ادرس لتلون الهلأ ولا شهر غيرو ناس اي تينك اتوز بمي لا اوغس مي جون جولاي اوغدين ثلاثة شهر تقريبا وشوي فلتلون الله يخليكن انا عندي كذا كذا وقت بعد هيك اي كان نوت بعرف حالي انه انا عم بعمل شي وهيدا شي ااخد كل وقت وكل مجهودي ما عندي وقت اتنفس ما عندي وقت ااكل اذا رح تقولولي دويبل رح اتكل على الله واعملها اذا ما يعني عم بتشوفوا انه مستحيل تخلص لديب موما بالعادي بتاخد لها ثانية ونصوى لسنتين فالي انا بدي اعمله مش طيارة صاروخ فقالتلي صبيه على حسب كم ساعة انتي you are willing to dedicate للموضوع قلت لها انا اللي فيني يقولك يا انا فيني اقعد 14-16 ساعة بالنهار ادرس الصبيهين سرعت قلت لي يعني نوعا ما مستحيل يعني كيف رح تقدري لتلها نونستوب رح اعملها وانا بعرف حالين كتير ملتزمة ورح التزم اكتر واكتر لانه رح نزل مصاري فيها وعندي وقت محدد اذا رح علي هذا الوقت ما رح اقدر يعني كلها الاخذ ورد انا عم ضيع فيه ايام فقالتلي اذا رح تلتزمي بها 14-16 ساعة في النهار كل يوم ما رح تلتزمي نهار وفعلا هيك هيدا يلي سارح تطلح لكم صورة تباع الديبلوما يلي اخذتها وانا قررت انه كان في حطة اكتر واخذ ديبلوما لانه تيجي هي بالتائطل كاسماتيك كيميس يعني كيمياء ولا كيميائي تجميلي او كيميائية تجميلية ممكن كيميائي مسألة اليوقت عم بحس حالي اخذ القطار السريع بالحياة وطاف القطار وقربسك هيكي وعم طيئك البوع عقيلي بالمهاقيم هيكي انا حياتي مؤخر يعني ممكن سنة يلي فاتتتو طول هيدا سنة مش ليلي فاتتتو طول هيدا سنة الوقت كتير 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 دايئ السبب الأولاني. السبب الثاني لأنه هيدا الانشغال فأعمل لي يعني كأنه خلق حياة جديدة. حياة ما فيها حتى وقت انه افتح السوش الميديا وقعود وقرأ وشوف وكذا. شو اللي ساير هون شو اللي ساير هون. تفاجأت انه في وورد كاب وتفاجأت الناس بتقول لي مبروك يا إختي مبروك على شو أنا. وكيف ناس عرفت بموضوع ما حدا بيعرفه بالكون إلا أنا. فلقيتهم مبروك المارجي بفاز المارجي بلاي يا عمي مارجي بشو. فهمتوا الناس فسروا لي أنه كان في المونديال. هلأ الناس راح يمكن تكذبني بس أنا فعلا أقسم بالله ما كنت عرفانا شو اللي عم بيصير. أبدا أبدا. الناس ولا يمكن أنا هيكي شبعتها. المنتخب المارجي بيكان عنده باتلز عم بيخوضها. وأنا أنا كنت عم بيخوضها. فالدنيا معاكك وأنا كان عندي معاكك والحد هدئة عندي معاكك تبعي الشخصية حتى البروفيشنال. السبب الثالث شيء كليتنا شايفينه كليتنا شفناه كليتنا عشناه فيه وعشتوا معي فيه. بس قررت أنه أنا لا أريد أن أفعل ذلك أيضا. ويلي هي كمية السلبية والبوليين والصعبة بوليين يلي صارت بالسوشال ميديا. أخذت دارس مؤخرا يعني. إنه مؤخرا على الكمبيوتر. إنه مؤخرا على الكمبيوتر. إنه مؤخرا على الكمبيوتر يعني. وكان فيه تشافتر عم يحكي فيه المداكس ولا المقرر ولا الداكس يعني على مؤخرا على الكمبيوتر. وأعادت هيك تفكير بسرطور جدا. السوشال ميديا نخلقت. شو هي هي؟ شو معناتها بس الترجمة الحرفية؟ معناتها إنه مواقع التواصل الاجتماعي. مواقع مكان التواصل لحتى مع بعضها لحتى تقارب الناس من بعضها لحتى تلم الناس مع بعضها. خصوصا الناس البعيدة أو من نفس البلد نفس الحي أو مقارة تانية. بس للأسف الشديد اللي عم بمشوفه مؤخرا كل اللي عم بتعمل إنه عم بتباعد الناس عن بعضها. شتى هي ممثبات ناس بنعرفها ناس ما بنعرفها. هيدا الشيء ولد عندي ما هقول كرة. إنه كرة هي كلمة كتير كبيرة. بس نفور من السوشيال ميديا. مهما عم بحاول ومهما عم بعافر ومهما عم بارك لحتى اخلق فضاء حلو. فضاء منيح. فضاء بوزيتر. فضاء وردي لأنه كليتنا عمنا مشاكل. كليتنا عمنا بقاج ولقاج إما ورانا إما جانبنا. بس عملاقي حالي عم بغرق أكتر وأكتر. ويتس إيتين مي لايف. إيتس كونسيومين مي عم ياكل مني بشكل فاضيع. خصوصا بهالسنتين يلي فاتوا. أنا عايشة وضع معين محتاجة فيه كل قوتي وكل طاقتي وكل تشكيري وكل صحتي. فلقيت حالي اختال البالانس وبالعكس عم بنتكس أكتر. فقررت لشو. أنا لا أستطيع أي شيء. هكذا الوقت اللي كنت عم بقعود وعم بضحك فيه وعم بلعب فيه. كنت عم باخد كون معي مشا. ويجب. لا. إيتس كونسيومين هلأ. وراح كون صريحة جدا. اختان التوازل عندي لي. أنه أنا بدني يا بشر. ويجب أن أجعل أختيار. والدنيا كل ياتها أختيارات. حتى في الوقت اللي بنقول إنه ما عنا لدينا أختيارات. فأختارت إنه لف وابعد. متل ما دايما بعمل بكتير أساس ما بحبها بحياتي. بكتير إشي ما حبيتها بحياتي. بلايف وبفيل. بس تركت القناة هيكي. أعطيتها شوش ديالتي ساعة. وقالت إن شاء الله لما الوقت يكون منيح. رح أرجع. بشكل اللي أنا بكون راضية عنه. لما هلأ عم برجع. يعني إن شاء الله رح أرجع. قررت إنه أرجع متل ما كانت من زمان. السبب الرئيسي اللي فتحت فيه القناة. بدي أرجع. أضحك وإلعاب. بدي أرجع. أحكي عن المنتجات. عن الميكوب. عن المشتريات. عن الفاشن. لأنه هيدا الشي اللي أنا بحبه. هيدا الشي اللي بيسعدني. وقررت إنه ما رح أحرم حالي من متعة إنه أعمل شي بيسعدني. ناس ما حباه. لأنه. السوش الميديا ثلاث أربع سنين ياللي فات. وما بعرف هيدا السنة صراحة. لأنه I have absolutely no idea. بس أبليها. اللي بيطلع ترينز. ولي بيطلع كذا. والنس شو بدها. وبدنا كذا. وبدنا أساس كتير شخصية. وبدنا. It is not me. في ناس صغيري بيقدر بيعملوا. أنا جربت صراحة فشلت فيه. الحمد لله إنه فشلت. لأنه it's not something that I wanna do. بدي هيكي بس أعطيكم نبدأ عن الإشي اللي رح أحكي عنها. المشاهدات ايه كتير كنت زالت لأن المشاهدات نزلت في وقت من الأوقات. بس هلأتو بي extremely honest. هيدا آخر هامي. لأنه أهم شي عندي. أعمل مواضيع. أنا أكون راضية عنها. وأنا أكون مبسوطة فيها. وأنا أعملها وأنا كتير فرحة على. لأنه إذا ما رح تستفادوا مثلا من الموضوع. مش من اعتماماتكم تابعة الفيديو. بس على الأليلة تكون عم بوصل إحساسي الحلو. لحتى لما كون أنا بتبسم اللي قدامي يتبسم. هاي السنتين يلي فاتوا. خصوصا ما هي السنتين كلية تابدي أول خزر مؤخرا. بس بابنت اللي لما بفكك شيها. It's the same thing. يعني مش كل ups and downs. It's mainly. It's probably consistent. كل يوم. بيناتنا. كل يوم. ما في يوم مرأ. كل يوم بفتح عيوني الصبح. I wanna quit. كل شيء. كل شيء. كل شيء. كل شيء. كل شيء. كل شيء. تعبت نفسيا وعصبيا وجسميا وعائليا. تعبت بكل الأصعدة. تعبت نفسي. The word. هيدا. هيدا الكلمة. يمكن. في ناس بتضحك وان. لأنه دايما بقولها. واللي هي. I'm exhausted. كل يوم بقول. هل معافقة اللي عم بعافقة فيها. هيدا المجهود الجبار. الفلك اللي عم بعمله كل يوم. هل فعلا محرز. كل يوم بقول خلاص. That's it. راح وقف كل شيء عم بعمله بحياتي. لأنه ما عم بقدر. وسبحان الله. كل يوم الله بيبعث لي رسالة عبر الشخص. أو عبر شيء بشوفه قدامي. لمؤخر عن اتوز. تعوزت. بتقريب الشهر ونوس. نفسيتي كتير 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 تعبت. وهيدول من الأسباب اللي كمانا ما كنت بقدر انه صور في الفيديوهات. لأنه عيوني دايما مواقمانين. صوتي دايما مخنوع. وأنا من النوع لما بكون زعلانة ببان فيني. I can not mask it. وبصراحة I don't wanna even mask it. لأنه تو mask it. بدها مجهود جبار وطاقة وما عندي. فأملت حدا عم بحكي معاه. هيدا الشخص لا بيعكفه ولا بيعرفني. وما شافني لا عم بيبكي ولا ولا شيء. يعني فول make up وعم بيحكي عادي وبعكس بيبتسمع. فبلاقي هيدا الشخص هي الconversation كانت فيها ثلاثة ولا أكبر آية. بلاقي هيدا الشخص بيقلي شوما. Never quit. Don't you ever think to quit. أنا صعقة نصدعمة الشخص ما بيعرفني. عمري ما قابلته بحياتي. لما قال هيدا الشملة فعلا تشارجت شوي. أعطتني هيكي طاقة شارجت طاقتي شوي. وقالت هيكي سانة من رب العالمين. إنه شوك من قوت. بلاشت شي ما. هلأ لن أقدرنا أرجع. لن أقدرنا أكتاح. بالعادي بقلكون لما بتعب. بوقف بصف على جنبه بقتاح. هيدا براحة. إنه كان لكشوري. بالزمنات. هيدا راحة ما عندي. هيدا راحة ما عندي. هيدا راحة ما بطالت عندي. كل يوم بفتح عيوني بقول. ما بتذكر آخر مرة نمت فيها منيح. ما بتذكر آخر مرة أكلت فيها منيح. تخيلوا. لأي درجة. الوقت ما عندي. بس برجع أقول إنه الحمد لله. حتى ولو الصحة مش كتير. الظروف مش كتير. الكذا مش كتير. فضلني. قول الحمد لله. الحمد لله. والماما دايما بتذكرني إنه. بدك تحمدي الله لأننا أحسن من كتير ناس. كتير كتير ناس. كتير كتير ناس. وهو اختيار لازم أعمله. الحياة بيكون فيها أولويات. هيدا الأولويات طبعا متتغير على حسب ظروفنا. بس أولوياتي هلأ. مؤخرا إنه I need to be healthy. بدي لاقي إجنان وقف علي هون. بدي لاقي رقعة تنفس فيها. بدي لاقي ظرف. ولو صغير إنه أتبسم وإضحك من كل قلبي. طبعا الأولويات ثانية تباع الحياة. ولا التزامات الحياة. ما رح تتغير. ولكن هذا هو الأمر الأولويات. أجب أن أكون حكرا. أجب أن أكون حكرا. والحكرا للأسف في وقت طويل جدا بطلت موجودة بالسوشال ميديا. سبب من الأسباب إنه بعدت. زائد ما بدي أهربت. وحتى بحياتي اليومية أهربت. من أي ظرف رح ينزلني بمواجهة مع أحدا. يعلق ويعقب. إنتي قلت إنتي فككت إنتي بتعمل إنتي بتساوي. I don't want that anymore. حياتي أنا اللي عم بعيشها. مثل ما حياتك إنتي اللي بتعيشي. مثل ما حياتك إكس إكس اللي بيعيشها. ما حدا بيعرف ظروف الشخص الثاني. فإذا أنا عم بعمل شي. حتى نحن بيكون بإيدنا نعمل تصرف معين بظرف معين. بس ما بنلاقي الجرأة أو الظروف تانية بظرف تاني. أردت شعنة بتكون غير. هي على حسب الظروف. فبطل بدي أسمح حدا. ليه اللي عملتي ولا ما عملتي ولا وشك ولا شعريك. هذي بزمانات. بس وصلت إلى مرحلة. مرحلة. إنه I don't want that. خير إن شاء الله وشعري أحمر وخير إن شاء الله. شعري برتقالي. أعلى فكرة أنا كان بدي أصورك فيديو. خصوصا إنه مؤخرا بكي أحطلع لكم صورتي هون. ليه تشوفوا الغاسين. إنه شعري سبقته من تقريب ثلاثة أربعة أيام. لأنه كان عندي شفرة. كان بدي يعني أصبغ شعري لحتى نفسية تتغير. لأنه دايما بقلكون يا كل ما أصبغ شعري نفسي تبتتحسن. وفعلا تتحسنيت. بس لي راسين لهون وصلوا. يعني طويل طويل. أنه صار لي ما باقي بزا خمس ستة شهر سبعة شهر. ما صبغت شعري. كان أخي همي. يعني ما كل يوم أو اليوم رح أسبوع بكرة أسبوع. بس. 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 وحتى الأسس اللي اللي عم بعملها هلأ. ولا الإشي اللي عم بعملها هلأ. ما إلها داخل لا بوشي ولا بميك أب. ولا بحالتي. ولا بلبسي. إلا تلبسي. ولا بأي شي تاني غير شخصي. أنا. كاسوما. I love it to be honest. وأخرا لتلكم أنا يعني عم بتعامل مع كم شخص. هاي الكام شخص. They don't really know me. ما بيعرفوا إنه عندي قناة. ما بيعرفوا كيف كنت. ما بيعرفوا وين كنت. ما بيعرفوا من وين جيت. ما بيعرفوا. I'm talking about it. مش على المكان. I'm not talking about the location. يعني لما بتحكوا مع أحدا وتقولوله. They don't know where I come from. يعني my background. ما بيعرفوا شي. أبدا. غير حتى على السفاريات. والطلعات. والماجيات. والكذا وكذا. والسوشال ميديا. والسوماليزة. بيعرفوا بس فورما. That's it. وهي الكام شخص اللي. مش دائما بشوفهن. مارا كل. مارا فين وفين. مارا فين. It's a fresh breeze. هيدا الفراش اير. يمكن لي أنو شي جديد. Probably. بس. It's nice أنو. No one is judging you anymore. أنو كل اللي عم شوفوا. أنا خصوصا بالسوشال ميديا. الناس عم تحكموا. حتى بقا بقا بقاة السوشال ميديا. كل اللي بيعبلو. أنو. عم بيرمو أحكام. على الناس الآخرين. وحتى أحكام على الناس. ما بيعرفوها. بس. هيدول الأشخاص. There is no judgment. أعتقدون. إن شاء الله. رح يجي الوقت. رح أحكي لكم بالتفاصيل. على هيدا المشوار. و. I cannot wait. ليوصل لهيدا الوقت. مش لأنو. أحكي لكم. لأنو. بدي أطلع وراء. وأبتسم. كتيد محتاجة. هيدا السيناريو. أنو. أطلع. لوراء. وأبتسم. وال. واو. يعني. I came this way. That's the reason. اللي أنا اختفيت فيها. يمكن إن شاء الله. بتكون شوفوا. سوما بحلة جديدة. when it comes to. ما بعرف. مش الشخصية. عم بحاول كون أهدا. هيدا اللي عم بشتغل عليه كتير. بدي كون هاتيا. سواء بصوتي. سواء من انفعالاتي. لأنو عم بنفعل كل يوم. و عم ببكي كل يوم. كنت يعني. فبدي كون أقوى. كلمة الصحة. كلمة الموغال تبعي. لأنو محتاجة كتير كتير. محتاجة. I need to be sane. محتاجة هايدي السانيتي بحياتي. خصوصا بالاشي اللي عم بعملها. أنا هلا. و إن شاء الله بدي أرجع أعمل فيديوهات. ميكاوب. فيديوهات. ريفيوهات. على المنتاجات التجميلية. بحلة شوي جديدة. خصوصا إنو درست. وتعمقت شوي بهايدي الدراسة. I hope. I hope. إن كنت بسطو معي بهايدا. المشوار. كفا. That's about it. طولت كل هذا. Oh my god. فعلا طولت. بوسكن بوسات كتير 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 كبيرة. وبحضنكن أحضان كتير كبيرة. أنا بدي. بدي هلا أقوم. ما بعرف إذا رح نزل ميكاوب هنا. وحط فيديوهات. ولا صور فيديوهات اليوم. لأنو اليوم. يعني شوي مني. مضغوطة. ورح حاول على قد مقدار صور لكم. فيديوهات. بدي أحكي عن. بدي أحكي عن. بدي أحكي كنجاني كتير. بدي أحكي عن. بدي أحكي عن. براندات جديدة. بدي أحكي عن. براند بمصر. بدي أحكي عن. كتير أصاص. أنا بتفارح لي. قلبي. وبعدنا بميكاوب بزبارة. لأننا هيدون فيديوهات. ما بشوفها إنوها سلبية. بالحقس أنا عم بفرجيكم. وعم حاول وصل لكم. معلومات عن. منتجات. مش حلوة. ولا مش منيحة. مش على زوئي. أو. غير صالحة أبدا. طبعا أنتو بالنهاية. تعملوا. your own. choices. and decisions. و. ميرسي للناس. يلي. ناطراني. و. that's about it. بدي. اختم هيدا الفيديو. ب. جملة بسيطة جدا جدا جدا. كل واحد فينا. لما بيفتح الموبايل. هو مسؤول. عن اختيك. أعطوك. تفتحي موبايل. تتنمكي على خلق الله. وتجتمي خلق الله. و. تتجبكي على الناس. هيدا شي بيجع. لك. بدك تفتح أو يرجع عليك. بدك تفتح الموبايل. لحتى تنبسطي. لحتى تشاركي كل ما حلوة. لحتى تطلعي من نفسية حدا. again. هيدا اختيارك. وأنا. كازوما. اخترت. لاختيار التالي. قررت أنه افتح الموبايل. شي ما عجبني. بطلع. واحتمالي كتير كبيرا. أنه في بوستات ما بتعجبني. في فيديوهات ما بتعجبني. لانه. أنا مؤخرا. فجأت على الفيس بوك. لحتى. طبعا عم. بدخل بس. لانشع. الفيديوهات تابعي. واطلع لي مني. عرفانا شو عم بيسير. بالصدفة البحثة. طلع لي شي. بيقى كوب معين. لا شتمت. ولا قلت للناس. أنا موافقة ومرأي. ولا هذا الشي كتير. غلط اللي عم تعملوه. ولا 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 ولا. انسحبت. ودات سيت. بحادي. اعتقد ان هذا هو التصرف المتشور. اللي لازم كلياتنا نعمله. شي ما عجبنا من نسحب. ولا لا نشنشد الشعر بعد. ولا نتبهدل ونبهدل الناس. ولا نعمل اي شيء البدد. دنيا اختيارات. وانا اخترت انو السوشل الميديا شوفها. بطريقة جميلة. هذا هو الوصول. يا رب يكون عجبكم من الفيديو. اذا عجبكم متى ستضغطوا لايك. تشوفكم بالقناة. اذا بدكم مشوفكم فيديو الجاي. شكرا بزلين لك. باي باي.